طيب خلينا ناخد الخبر ده واثارت اخبار العالم مواطن مصري سافر من هنا مع اسرته من هو عنده 8 سنين وراح عاش في ايطاليا ميلانو تحديدا وفاته اثارت مظاهرات عنيفة من هو رامي الجمل ضحية الشرطة الايطالية خبر علب الدنيا رأسا على عقب وخصوصا ان مجرد ما تم محدثت هذه الوفاء في ايطاليا حصل اشتباكات عنيفة ما بين الناس اللي خرجت في مظاهرات ومعظمهم طبعا عرب ومصريين في ايطاليا واشتبكوا مع الشرطة واضراموا النيران وحرقوا اماكن كتيرة جدا خاصة بخلينا نقول اماكن تجميع القمامة حاجات موجودة في الشارع وزادت الامور اصعب واصعب لما في عربية خبطت خمسة من المتظاهرين اللي كانوا موجودين في الشارع وللأسف اتشفوا ان اللي كان سيئة العربية دي واحد مصري وبعد مقتل شاب مصري احتجاجات عنيفة في ايطاليا واشتباكات مع الشرطة ونزلت فيديوهات على اللي بيحصل هو ده الشاب المصري رامي رامي سافر من مصر وعنده 8 سنين هو تحديدا من الخنكة في الاليوبية ما سافرش لوحده سافر بهجرة شرعية هو وعيلته كلها وطلعوا على ايطاليا واللي حصل انه كان راكب موتورسايكل مع واحد صاحبه تونسي ولما كانوا ماشيين في الشارع وقفتهم او حاولت وقفهم عربية شرطة ايطالية ولانه ما كانش فيه رخصة معاهم لسواق الموتورسايكل ده حاولوا يهربوا من الشرطة فلما جريوا من الشرطة الشرطة جريت وراهم وبعد كده اتخبطوا فيه عربية كانت ماشية على الطريق فتوفية رامي الله يرحمه وحصل اصابات خطيرة جدا في الشاب التونسي اللي كان سايق الموتورسايكل لما اتعرف الخبر بتاع وفاة وبعد المطاردة دي خرجت الناس في الشارع وزي ما قلنا حصلت الاحتجاجات وكل الأزمات اللي احنا شفناها دي الجثة بتاع ترامي ما سفرتش على مصر علشان تندفن عيلته موجودة هناك فهيتم دفنها هناك بعد استخراج تصريح الدفن وزارة الهجرة بتتابع الموضوع كونسوليتنا هناك بتتابع الموضوع واخر الأخبار اللي موجودة عندنا هي انه أسرة ترامي طلبت من المتظاهرين ان المظاهرات دي تتوقف تماما بدءا من غدا هذا هو ما حدث وهي دي الحكاية اللي عملت كل مظاهر الشغب والمظاهرات اللي احنا شفناها في إيطاليا لحد وجود تصريحات أخرى حننقلها لحضراتكم اذا كان فيه اي شيء مخالف للقصة اللي احنا بنقولها بناءا على التتابعات اللي احنا حكيناها دي الله يرحمه ونتمنى ان الامور تتوقف عندي كده لان طبعا المصادمات مع الشرطة والأزمات دي ما بيتمش التصالح فيها ولا التسامح فيها بالنسبة للمهاجرين في دول أوروبا